احنا رح نعطيكم هيك زي خبر صغير عن ان شاء الله رح الحل الجوية في الأيام أو الأسبوع القادم الخبر بيقول بعد موجة الدفء الحالية انقلاب جذري مرتقب على التقس بعد منتصف الأسبوع القادم كثير فيه أشخاص وكثير فيه ناس على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتنا على غروفات تانية بيحكوا انه فيه تلج يعني ان شاء الله ان شاء الله مؤكد والعلم عند الله انه فيه تلجة الأسبوع الجوية رح تكون كبيرة احنا الخبر فيه عنا رح نقول بالرغم من الاستقرار الكبير في الأجواء وموجة الدفء التي تتعرض لها المملكة في هذه الأيام حيث تراوح درجات الحرارة مكانها فوق المعدلات المعتادة بدرجات عدد يعني من 6 إلى 8 درجات مئوية يراقب عن كثب قسم إدارة العمليات والتنبؤات الجوية في تقس العرب مخرجات الخرائط الجوية والتي باتت تشير إلى أن هناك تغييرا جذريا متوقعا على التقس اعتبارا من منتصف الشهر الحالي يعني منتصف الأسبوع القادم ان شاء الله وبشكل مطابق لما جاءت عليه النشرة الجوية الشهرية التي صدرت مطلع الشهر الجاري وتشير أحدث القراءات الجوية إلى أن المملكة وسائر دول الحوض أو حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط على موعد مع نشاط جوي يتمثل بتأثرها بسلسلة من المنخفضات الجوية اعتبارا من يوم 17 شباط فبراير من العام من شهر الحالي تترافق مع الانخفاض الكبير على درجات الحرارة والانقلاب التام على الأجواء حيث يتوقع أن تترافق هذه المنخفضات الجوية بتضفق لرياح قطبية مندفعة من شرقية القارة الأوروبية إلى المنطقة مما سيعمل على تأثر المملكة بتقس شديد البرودة وممطر لأيام عدة ويمكن أن يكون تصنيف هذه المنخفضات من الدرجات المتقدمة يعني يمكن تكون بالدرجة الثالثة الرابعة ممكن تكون بهذه التصنيفات ونكمل وبناء على ذلك فيتوقع أن يكون التقس على النحو التالي للعشر أيام القادمة بإذن الله الأربعاء اللي هو عشر اتنين تقس غالبا مشمس ودافئ ودرجة الحرارة بتتجاوز عشرين درجة مئوية يعني هو يكون على الويكند مظبوط يكون يوم خميس على جمعة يعني بيكون يمكن أول جمعة من أول شتوية راح ننبسط فيها يعني مشاوي وطلعات ورحال وكل شو بتحبوه الخميس اللي هو 11-2 تتراجع تراجع درجات الحرارة مع تقس غالبا مشمس وماء للدفء بتطور درجة الحرارة دافية ودرجات حرارة بين 17 و19 درجة مئوية في العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية أما الجمعة 12-2 تقس غالبا مشمس ودافئ مجددا ودرجة الحرارة بتقترب من عشرين درجة مئوية في العاصمة وعدد من المدن طبعا أنا واحدة من الأشخاص اللي كتير بتحب الأجواء الدافئة وتعطيني تفائل ونشاط وأكيد يعني حيوية وطاقة إيجابية يوم السبت 13-2 تراجع قليل على درجات الحرارة مع تقس غالبا مشمس وماء للدفء ودرجة الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية في العاصمة وعدد آخر من المدن الأردنية أما الأحد 14-2 نشهد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع غالبا مشمس ودافئ بشكل كبير ودرجة الحرارة بتتجاوز 22 درجة مئوية حتكون أجواء ربيعية أما يوم الـ 2-15-2 في تراجع قليل على درجات الحرارة مع استمرار التقس المشمس في الغالب والماء للدفء ودرجة الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية في العاصمة وعدد من المدن الأردنية هلا من الثلاثاء وحتى الجمعة القادمين إن شاء الله يعني من 16-2 إلى 19-2 هون رح يكون في عنا يعني زي ما بحكوا ليه الهدوء ما قبل العاصمة هون في سلسلة من المنخفضات الجوية التي ربما تصنف من الدرجات المتقدمة تقس بارد إلى شديد البرودة غائم وماطر وفرصة للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية هل أن نحكي عن فرصة الثلوج اللي باتت أقرب من أي وقت مضى تشير ذات الخرائط الجوية بأن رياحا قطبية يتوقع أن تندفع إلى المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط مع القسم الثاني من الأسبوع المقبل وقد تتعمق هذه الرياح القطبية إلى مستوى يسمح بحدوث ساقطات ثلجية واسعة واسعة المطاق ربما تطال عواصم بلاد الشام إلى أنه لا يمكن البث في أمر تساقط الثلوج من الآن حيث أن المسافة الزمنية ما زالت بعيدة وموضوع تساقط الثلوج على عواصم بلاد الشام يعتبر أمرا معقدا يحتاج لتظافر العديد من العوامل مع بعضها البعض والتي يصعب استشعارها من قبل النمذجة الحاسوبية بهذا البعد الزمني الأمر الذي يجعل بعض التكاهنات غير دقيقة وقابلة للتغيير ولكن بالرغم من ذلك فإنه لا يمكن الإنكار بأن مؤشرات النمذجة الحاسوبية لذات الفترة بشأن اندفاع رياح قطبية تعتبر الأقوى منذ عام 2015 مما يجعل حسابيا فرصة الثلوج أقرب من أي وقت المدى المحبي يعني الأجواء الماطرة والثلوج يعني إن شاء الله نخبركم بتحديثاتنا القادمة ونشراتنا القادمة عن فرصة هطول الثلوج فوق متفعات الجبلية وربما فوق أماكن عديدة من المملكة موسيقى موسيقى موسيقى